فور استلام الأردن النائب المعتقل عماد العدوان وفي جلسة مغلقة رفع مجلس النواب الحصانة عنه بناء على طلب من الحكومة التي وجهت لها محكمة أمن الدولة طلب رفع الحصانة الذي تباينت آراء النواب حوله ما بين مؤيد ومعارض تم التصويت على رفع الحصانة كونه اليوم يمتثل أمام القانون وحكما ودستورا أنه لازم أي نائب علي حصانة يرتكب أي جرم مثل هذه الجرائم ترفع عنه الحصانة ويمتثل أمام القانون وأمام القضاء المتهم بريحة تثبت الدانت لا مبرر لرفع الحصانة في هذا الوقت وخاصة أن دورة مجلس النواب ستنتهي خلال هذا الأسبوع وتفضل الدورة بمعناته بدون موافقة مجلس النواب كيف أنا يمكن لي أن أرفع الحصان وأنا لا عندي أي معلومة عن حول هذا الموضوع إلا فقط الرواية الكيان الصهيوني استنادا للتحقيقات الأردنية وتوافر الأدلة واعترافات المتهمين بتجارة وتهريب الأسلحة النارية ولمرات عديدة بالاشتراك مع النائب العدوان تمت إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة قضية شغلت بال الأردنيين على مختلف المستويات لكن الأردن وفق مراقبين نجح في تطويق الأزمة هناك نجاح للدبلوماسية الأردنية نحن نتحدث عن أقل من أسبوعين على توقيف النائب فواضح أن هناك تفعيل كبير لأدوات الدبلوماسية الأردنية وربما أيضا دخل على الخط أيضا ضغوط دولية بهذا الاتجاه هناك رد لموقف سابق عندما حدثت جريمة داخل الصفار الأردنية في عمان سنة 2017 وتم أيضا تسليم القاتل إلى إسرائيل وأيضا لا نستبعد أن إسرائيل أراحت رأسها بإنهاء هذا الملف وإن كانت قد تواجه ضغوط داخلية محاكمة العدوان ستكون معقدة وشائكة حسب المراقبين للمشهد إلا أنها شكلت محطة هامة لإعادة العدوان إلى الأردن صفحة قضية العدوان طويت واليوم هو في عهدة محكمة أمن الدولة التي ستتخذ المقتضى القانونية بحقه ووفق خبراء قانونيين فإن عقوبته قد تصل إلى 15 عاما في حدها الأعلى لانا شاهين عمان آل ما يدين موسيقى